مستمعين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية ضبط 17 حالة غشة في مركز امتحان واحد خلال اليوم الثالث من الاختبارات الكتابية الوطنية لامتحان البكالوريا حسب ما كشف عنها اليوم مدير الاتصال بوزارة التربية منذر عافي وأفاد عافي في تصريحا لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم إيقاف كل المراقبين المشرفين على هذا المركز وإحالتهم على التحقيق للتثبت من إمكانية توروتهم في هذه القضية مبينا أنه تم خلال الثلاثة أيام الأولى من امتحان البكالوريا تسجيل 231 حالة غشة أغلبها عن طريق التكنولوجيات الحديثة وبعضها باستعمال الطرق التقليدية للغشة مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيبا سنوس يقول إن شركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيتا أنجزت حوالي 280 ألف مسكن منذ إحداثها إلى الآن وخلال حواره اليوم في برنامج قضية رأي عامة على موجات الإذاعة الوطنية أضف سنوس أن شركة النهوض بالسكن الاجتماعي سبرولس أنجزت من جانبها ما يقارب الأربعين ألف مسكن وزير الفلاحة والموارد المائية عبد المنعب العاتي يؤكد أن تونس تعرضت إلى ذرر كبير جراء انعكاسات التغيرات المناخية التي تسببت في نقص كبير في الأمطار وفي المياه وفي تسجيل دراجات حرارة مرتفعة ومن جر عنها من حرائق خاصة في السنة الماضية مؤكدان في تصريحا للأخبار أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسببة في هذا الوضع كما دعا هذه البلدان إلى الوقوف إلى جانب الدول المتضررة وتحمل مسؤولياتها وإيجاد الحلول الكفيلة للتعامل مع هذا الخطر وبخصوص الوضع في قطاع غزة أشار عبد المنعب العاتي إلى ضرورة أن تتدخل الدول لإنقاذ شعب الفلسطيني الذي يعاني العطش وقلت الماء ويتعرض إلى الإبادة في أشأن الفلسطيني وزارة الصحة في غزة تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات أربعون شهيدا ومئتان وثمانية عشر مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إمكانية التفاوض على اتفاق مع حماس بوساطة قطرية لإطلاق صراح خمسة محتجزين أمريكيين وفق شبكة الأمبيسية حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في فكنة الناس صهيونية مما أدى إلى تدميرها وصفارات الإنذارة تدوي في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبلانا القيادة الأمريكية الوسطى تقول إن ثلاثة سواريخ أطلقها أنصار الله الحثيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تجاه خارج عدن أصابت سفنتين تجاريتين وألحقت بهما بعض الأضرار المادية مشيرة إلى أنها دمرت ثلاثة سواريخ أخرى وطائرة مسيرة أطلقها الحثيون تجاه خارج عدن كما دمرت منصة إطلاق سواريخ تابعة للجماعة في اليمن ختام الموجز قدمته لكم نفيس حسني في أمان الله